أهم حاجة بحياتنا لازم يكون عندنا هدف نحاول نحن نسعاله ونحاول نحن نوصله وننفزه عشان كده النهاردة يكون معنا خبيلية التنمية البشرية أستاذ أحمد قدوس ويكلمنا عن الأهداف وزي نحن نحاول نوصل لها وزي نحن نحققها ونحاول نحن كمان نرتبها وأي حد النهاردة عنده سؤال لأستاذ أحمد قدوس يحاول نهو يكلمنا على أرقام تنفيذاتنا تظهر لكم دلوقتي على الشاشة علشان يجاوبوا على كل حاجة بتخص التنمية البشرية ولو عنده مشكلة عن الهدف ويحط هدف في حياته أو نحاول نهو كمان نرتبه مع بعض كده وحن نهاردة موجودين مع أستاذ أحمد قدوس على الهوى إن شاء الله تكلمونا وأستاذ أحمد هيجاوكم على طول مساء الخير أستاذ أحمد مساء الخير أهلا مساء نور أستاذ أحمد وحمد الله على السلامة طبعا لسه رجع من المغرب كان رحلة طويلة هناك بما إن النهاردة فقرتنا عن الأهداف عايزين الأول معرف الشباب وكل الجمهور اللي بيشوفنا يعني إيه هدف بسم الله الرحمن الرحيم ببساطة قوي إحنا الأول منقول كلمة هدف هدف يعني إحنا عندنا نتيجة عاوزين نوصلها وحلمنا إن إحنا نمر بطريق طويل أخر الطريق النتيجة اللي إحنا عاوزين هدية يبقى الهدف إحنا كلنا بنتجه للوصول إليه ونتجه لتحديده وفي الحقيقة في مواصفات للأهداف وهي بتكون مواصفات بعض المواصفات الكتيرة من اختصرها في كلمة اللي هي كلمة سمارت اس ام اي ار تي الاس يبقى سباسيفك يعني هدف محدد محدش يقول أنا عاوز أنجح نقوله في إيه لأن كده ما فيهوش الاس فيقولك سباسيفك عايز أنجح مثلا فإن أنا يكون عندي فلوس كتير في البنك يبقى نقوله يبقى تنجح ماليا أو ماديا يبقى ده إيه سباسيفك الام اللي هو مجربل قابل للقياس منفعش حد يقولك طيب أنا عايزة عندي فلوس كتير هو محدد طيب كتير قديه قابل لقياس يعني كام يعني نسأل في البنك نعرف عندك كام يقوله يبقى أنت معاك فلوس يقولك مجربل يقولك مبلغ كذا يبقى حدد المبلغ أول ما يحدد المبلغ يبقى مجربل قابل لقياس واحد يقولك أنا عاوز شركاتي تتوسع عايزة اشتغل في شركة يكون لها فروع كتير يقوله كم فرع يقولك أربع فروع مدم أربع فروع واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى قابل لقياس تقدر نعدهم بعد كده يعني ممكن تحقيقه أنا نفسي أخذ دكتوراه إن شاء الله في ثلاث شهور غير قابلة للتحقيق طب واقع رياليستيك لازم يكون حاجة واقعية واقعية ما قلتش أنا عايزة أفتح مصنع أينس كريم على سطح الأمر وأصدر لازم يكون واقعية تماما وفي الآخر خالص يبقى هدفك لما تحط هدف وتقرأ بالهدف ده لازم تحدد له تاريخ بداية تاريخ نهاية وأثناء أو ما بين البداية والنهاية يتم الهدف دوت يعني تقول أنا هبدأ يوم كذا وهنتهي يوم كذا يبقى في النص الهدف هيتم يبقى تايم فريم وفي الحقيقة في دراسات في الإدارة حديثة ضفوا حاجتين بس عاوزين نقولها للمسلم المجاهد عشان يعرف إيه الحاجتين دولت ضفوا الإي والآر إفكتف وريورد لازم الهدف بالظبط لازم الهدف يكون مؤثر وله عائد له مردود ممكن جدا نقول طب إحنا هنعمل حفرة هنا ونحقق فيها السمارت اس ام اي ار تي محدد والمساحة كام في كام وفي وقت تأدي نحفرها والعمق ويأتشيفوبل ووقعية لكن في الآخر هل لها عائد مؤثرة على حد بتأثير إيجابي لا يبقى لازم نحط لها الإي والآر تبقى لها عائد وفعالة إفكتف وريورد لفكرة الهدف لو حاجة من النقاط دي وقت مننا هدفنا مش هيتحقق؟ لا هيتحقق ولكن ممكن ما يتحققش بجودة 100% أنا عاوز أوصل لشيء لازم أحقق الجودة اللي أنا عاوزها أي بس مش كلنا بنقدر أن نحقق الجودة للمية في المية دي بالنسبة لمن مش مية في المية هل بالنسبة لي أنا اللي بنجز هذا الشيء ممكن جداً لو أنا حطيت الخمس حاجات أو السبع حاجات ممكن يتحقق وبنسبة كبيرة وأقدر أقول ممكن مية في المية وأحياناً الناس بيعدوا التارجة اللي حطينه بس كم واحد فينا يقدر أنه يعدي أو يوصل للهدف اللي مية في المية دا لأن فيه كتير جداً حالك بتقول ما عندهم مش مقدر أن هم ينفزوا كل الهدف دا اللي يوصلوا للمية في المية ممكن هدفهم مثلاً يكون كبير ويقدر أن هم يحققوا شوية منه بس هم قدراتهم على قد وممكن يحققوا مثلاً 75% حلوة أوي أحنا عندنا نوعين عندنا نوعين من الأشخاص في واحد بيحدد هدف بعيد أوي صعب جداً أن هو يوصل لهذه النتيجة وفي واحد تاني بيحدد هدف مقبول وفي الحدود المقبولة اللي هو يقدر يوصلها واللي هو يقدر يحققها اللي هدفه بعيد أوي لما نقول أنه هو يحقق منه 70% 80% 90% 60% يبقى في الحالة دي رائع جداً بالنسبة له لأن هدفه كان بعيد جداً ومسافته بعيدة جداً فنبدأ ناخد بالنا لكن الشخص التاني اللي حدد الهدف باتزان فالهدف بالنسبة له قابل للتحقيق والهدف بالنسبة له ممكن جداً يتحقق يبقى في الحالة دي تلما يحقق المية في المية نقول رائع لما تيجي شركة تقول أنا أحدد مبيعاتي هذا العام بمبلغ معين ونيجي نبص اللي في آخر السنة الشركة ديتحقق المبيعات وبتحقق أحياناً أعلى من رقم المبيعات دوت يبقى في الوقت ده الهدف مقبول لكن اللي هما بيعملوا هدف علشان يخلوهم يبزلوا وجهة ده أكتر